بلا أسوار أو مرافق خدمية يسعى المعلمون شرقية دير الزور إلى إتمام العملية التعليمية لطلاب المنطقة إذ أدت المعارك مع تنظيم الدولة سابقا إلى أضرار جسيمة في معظم المدارس وسط مطالبات متكررة للجهات المعنية بالعمل على إيجاد الحلول المدارس ظلت لحد الآن تعاني من نقص كبير أهم شيء أن نقص بالأسوار أسوار ما بي والمدارس بسبب هذا الشيء جعل التعرض للسرقة والاعتداءات على المدارس وأحيانا تنباقى الصوبات أحيانا تنباقى الخزانات وأيضا بنقص بالنسبة للكتب للكادر التعليمي للوسائل التعليمية انتناع لمعظم الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس لأنها من وجهة نظرهم لا توفر الأمانة للطلاب خاصة في ظل افتقارها للأسوار إذ يرى الأهالي أن السلطات المحلية لم تقدم ما يلزم لمساعدة المعلمين والطلاب على إكمال العملية التعليمية فتأمين المياه للطلاب يتم عبر تبرعات شخصية من السكان قرابة 690 مدرسة شرقية دير الزور تضم حوالي 260 ألف طالب وطالبة حسب إحصائيات مديرية التربية في المنطقة تعاني معظمها من نقص الخدمات ودمار كبير في البنى التحتية ليكون تكاتف المدنيين والمعلمين السبيل الوحيد لتوفير العلم للأطفال في ظل عدم استجابة الجهات المعنية للمطالبات المتكررة ترجمة نانسي قنقر